وصلت وزارة الداخلية حملاته اليومية لمتابعة عسار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 577 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغة 362 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 84 طن اما في مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السلع الرسمي تم ضبط 260 طن في مجال البيع بأزيد من السلع الرسمي لأسال الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 17 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 386 قضية من بينها 116 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات اما في مجال القضايا الثامنية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغة 353 طن